السؤال الثاني سلمكم الله معي مبلغ مودع في البنك في حساب جاري لبناتي حين زواجهم يعني رصدته لبناتي أجهزهم منهم يمر عليه الحول هل تي فيه الزكاة هو طبعا يبلغ النصاب مع العلم أنه يتناقص تدريجيا لو تم سحب مبلغ الزكاة منه وبهذا يقل المبلغ يمكن ينتهي بعد فترة طيب سمعت فتوى تقول الزكاة يمكن دفعها عشر في المية من الأرباح أو العائد هل هذه الفتوى جائزة الجواب عن هذا أيها المبارك أولا أولا أسأل الله جل جلاله أن يجعل إحسانك لبناتك سترا لك من النار نبشرك بما رواه البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي مراءة ومعها ابنتاني لها تسأل تتكفف ولم تيد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرت فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار في حديث ابن عباس عند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن كن له ستر من النار الابتلاء اختبار مش إنهم مصيبة حتى لا يفهم الموضوع فهما خطأ يعني من اختبره الله جل وعلا الابتلاء بمعنى الاختبار كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فقد وجب الزكاة مهما كان الغرض الذي أعددته من أجله إلا ما ترصده للوفاء بدين قد ثبت في ذمتك أو ترصده لعمل خيري غير ربحي أي تجعله وقفا على أعمال البر فهذا الذي يخش بهذا التخصيص من عاء الزكاة وأقول لك يا رعاك الله رجع نفسك فيما ذكرت إن الملح يتناقص وينتهي ما نقص ماذا من صدق صدق نبيك لقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدق أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلال والملمش ينتهي خالص كما تصوى لأن في الحد إذا وصلت إلى النصاب ما في زكاة صاب 85 جرام من الزكاة إذا وصلت 84 توقفت الزكاة لكني أنصحك يا رعاك الله أن تنقل هذا المبلغ إلى مصرف إسلامي فتضع في حساب استثماري في مصرف إسلامي فما يرزقك الله من العائد يكون ربحا حلالا تدفع منه الزكاة ويزيد الله به في مالك وتقر به حينه وتخرج به عن الإداع الربوي حتى وإن كان حسابا جاريا الإداع ولو كان تقليديا ولو كان جاريا في بنوك تقليدية فلم يخل صاحبه من شبهة الرباء كيف لأن المودع في حساب جاري في بنك تقليدي ربوي إذا نجى من أن يكون آكلا للرباء لم ينج من أن يكون مؤكلا له لأنه يعين البنك بهذه الوداء على أن يعقد منها قروضا ربوية ذات اليمين وذات الشمال ويستأثر البنك بفوائدها الربوية دون المودعين أجمعين فمدام قد يسى الله لك مصفا إسلاميا قريبا منك يمكنك الوصول إليه فحول ما لك إليه على الفور تحفظ رأس مالك ويرزقك الله جل وعلا من خلال هذا ربحا حلالا طيبا بإذن الله وما يثار من تشويش حول مشروعية المصارف الإسلامية لا تلتفت إليه جسيرا افترض أن بعضه صحيح وأن هذه البنوك في محل الشبهة وهو البنك التقليدي في محل الحرم اليقينية فإذا كنت أمام خيارين حرام قطعي أو شبهة فأيهما تختار؟ تختار أقل المفسدتين تختار أن تدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما أن تحتمل أقل الضررين من أجل أن تدفع أعظمهما الذي يشوش علينا من المصرف الإسلامي يدفعنا إلى المصرف التقليدي المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة مادم لم يحصل له نور لا ظلمة فيه الزكاة تكون على الأصل والعائد لا تستمع إلى من يقول لك أن الزكاة على الأصل فقط أو على العائد وعشر في المية كل هذا كان ليس بصحية القرارات المجمعية للمرجعيات الفقهية المعتمدة تقول أن الزكاة في الحسابات الجارية والاستثمارية ليس على أصل المال فقط على أصله وربحه ليس على عائد المال فقط أي إن كانت النسبة خمسة عشر عشرين هذه زكاة عروض تجارة أو زكاة مال إن كان يستثمه استثمارا مشروعا هذه زكاة عروض تجارة وزكاة الأصل والربح جميعا وإن كان في حساب الجاري في هذه أموال هذا نقد والمال في الحساب الجاري عبارة عن قرض لدى الجهة التي أودعت عندها هذا المال وهي جهة مليئة غنية قادرة على رد القرض إليك في أي لحظة فكأنما هو في جيبك فتزكيه بارك الله فيك إذا بلغ نصابا النصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراما وقدر الزكاة الواجبة ربع العشر وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد اللهم آمين